اشتركوا في القناة اهلا بكم الى الساعة الثانية من غرفة الاخبار وفي عنوينها ليبيا حكومة وفاق في عاصمة خلاف ثم الامن النووي في زمن الارهاب هذا بالاضافة الى ملفاتنا الاخبارية اليومية نتابعها الان مع سامي اجراءات امنية مشددة احطت بوجود حكومة الوفاق الليبي التي عقدت اجتماعها الاول في طرابلس فور وصولها العاصمة حكومة وفاق اثار وصول مجلسها الرئاسي برئاسة فايز السراج اثار خلافات بين الفصائل العسكرية المتشددة مما ادل اندلاع اجتباكات بين جماعات مختلفة داخل تحالف ميليشيات فجر ليبيا الخلافات امتدت الى الاذرع السياسية لميليشيات فجر ليبيا حيث انتقد حزب العدالة والبناء التابع لجماعة الاخوان في ليبيا انتقد المفتي السابق والمقرب من الجماعة الصادق الغرياني وذلك بعد هجومه على حكومة الوفاق الوطني وكأن وصول الحكومة القى بحجر داخل مياه طرابلس الراكدة المليئة بالتوتر والخلافات الان نستعرض بعض المشاركات من المشاهدين حول هذا الموضوع جاءتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بانتظار وصول ضيوفنا لمناقشة هذا الموضوع مع شانتال شانتال الموضوع الليبيا موضوع ساخن دائما ولكن خاصة هذه الايام خصوصا بعض وصول فيز السراج الى طرابلس بالفعل مهند بالامس تحدث كثر عن ان مضت الليلة الأودى على خير ولم تكبر وتكثر الاجتباكات داخل شوارع طرابلس لان عدد كبير من المعارضين كان يحجدون لها ان مرت على خير يمكن ان نقول انها انطلاقة شبه جيدة للحكومة من العاصمة كان هناك تظاهرة مؤيدة لوصول السيد السراج وعضاء المجلس الى طرابلس صحيح عدد كبير من الاشخاص تجمهروا ايضا في تجوراء واعلنوا ولائهم لهذه الحكومة وانهم سيدافعون عنها في كل احوال سنبدأ بداية مع ما قاله خليل مهند حول هذا الموضوع دخول المجلس الرئاسي الى طرابلس دليل على وجود توافق دولي لانهاء الانقسام في ليبيا هنا ما يقوله خليل مهند يعني لا يختلف معه كثر من الاشخاص تحدث عدد كبير من المحللين والمختصين في الشأن الليبيا على انه ان تم التوافق الدولي على الوضع في ليبيا سيكون هناك حل ستحول الى سيد هو الذي يقول هل الانشقاقات داخل فجر ليبيا تعني بداية النهاية للميليشيات المسلحة وهنا كان اللافت يعني بعد اقل من 24 ساعة على دخول الحكومة لنقل المجلس الرئاسي الذي يرأس السراج الى طرابلس بدت هذه الانشقاقات داخل فجر ليبيا وهنا السؤال سيد عن هذا الموضوع ان كانت بداية لنهاية هذه الميليشيات عمر عن نفس الموضوع يقول ليبيا دخلت في مرحلة الصراع المسلح ولن تعود الى الاستقرار مرة اخرى هنا يختلف عمر مع عدد كبير من المحللين بحيث يقول انه هنا ستبدأ الازمة في ليبيا كل ذلك سيبدو واضحا خلال الايام والاسابيع المقبلة جميل ايضا مشاركة معنا للليلة عن هذا الموضوع هل يمكن ان يتدخل المجتمع الدولي عسكريا في ليبيا لانهاء سطوة الميليشيات المسلحة وهذا موضوع اخر تحدثنا عنه مهند ايضا في الايام الماضية حتى قبل وصول المجلس الرئاسي الى طرابلس موضوع التدخل العسكري في ليبيا البعض رحب بالفكرة البعض الذي رحب ايضا عاد وغير رأيه وقال انه هذا التدخل ليس في وقته الان ومن ثم بدأ الحديث بعد المفاوضات في الصخيرات عن هذه الحكومة حكومة الوحدة الوطنية التي ستأتي بالحل الى ليبيا كل هذه التطورات بانتظار بدء هذا البرنامج الفعلي للحكومة لا شك السيد السراج وفريقه لديهم الكثير من التحديات بدل ان نصفها بالمشاكل تحديات هائلة حقيقة بانتظار هذه الحكومة هناك الكثير من الطرفين من جهة طبرق ومن جهة طرابلس ممن يعارضون وصول هذا المجلس الى طرابلس اليوم تحديات على اصعدة كثيرة ولابد ايضا ان نذكر التحديات الداخلية سبعة فقط من المجلس الرئاسي وصلوا الى داخل طرابلس الان هناك عضوين منشقين عن المجلس الرئاسي وهنا ننتظر ما اذا كانوا سيعودون وينضموا الى المجلس الرئاسي والبدء العمل الرصبي من طرابلس شكرا جزيلا لكي شانتال دعينا نسأل ضيوفنا عن بعض هذه القضايا معنا من لندن رئيس مؤسسة تمد للتطوير والتدريب والاعلام عبدالله عثامنة وسينضم الينا من طرابلس عضو المؤتمر الوطني العام المنتهي ولايته خالد المشري نذكركم مشاهدينا بامكانكم ايضا ان تشاركوا وان ترسلوا بتعليقاتكم واسئلتكم حول هذا الموضوع على موقعين تويتر وفيسبوك سيد عبدالله مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الاخبار نتحدث عن الجو في طرابلس اليوم كان لافت اولا ان هناك تظاهرة يهلا بيك تظاهرة مؤيدة للسيد السراج ووصول الفريق الى طرابلس ولكن ايضا بالمقابل كان هناك توترات امنية كان هناك حديث عن اطلاق نار ربما دوي انفجارات في اماكن مختلفة جو امني متوتر ولكن البعض كان يتوقع الاسوأ كيف تعلق اولا على المشهد في طرابلس اليوم بعد مرور اكثر من 24 ساعة على وصول السيد السراج سيدي نحن اولا نحييكم وكل متابعيكم ونقول ان ما حدث اليوم هو انقلاب على السلطة الشرعية هو اغتصاب لسلطة موجودة في شرق البلاد هي يجب ان نصفها بمصفها وصفها الحقيق وهي حكومة التوافق دولي وليس التوافق وطني وليس مبرراتي في هذا نحن اول من الذين دعوا للحوار وكنا جزء من الحوار حتى ذهب الى حد اننا كنا مدعوين ان نكونوا جزء من الحقائب الوزرية لكن سرعان ما بدى الانقلاب على الحوار السياسي منذ المسود الرابعة حيث انتكس الحوار منذ ذلك الحين اصبح هناك وفق الفقرة 18 من المبادئ الحاكمة والمادة 8 من الحكام النظافية استهداف واضح للموسطة العسكرية التي شكلت نواتها في شرق البلاد ونحن هنا لن ننفي ان هناك جيش حقيقي في غرب البلاد وجنوبها ووسطها اصبحنا شيئا فشيئا نسعى الى تمكين تيار اسلام السياسي وخاصة القوى النعيمة منه وهو الخوار المسلمين من جديد في سدة الحكم وخاصة في السلطة التنفيذية حتى يكون رقاب البلاد رقاب العباد وسلطة البلاد تحت سلطة هؤلاء الذين حكموا ليبيا خمس سنوات سيد مهند يجب ان نكون واضحين نحن نحترم هذا الاتفاق السياسي ولكننا نضع امام حكومة الوفاق الوطني هذه الاستحقاقات الستة في الملحق اللي هو اوليوات حكومة الوفاق والقواعد الاساسية لعمل مجلس الدولة ومقدرح تعديل اعلان دستوري ومبادئ تنظمية السياسة الليبية والمالية والصول عفوا يا اخي والترتيبات الامنية اليوم نحن قفزنا على اقبل واقوى استحقاق وهو الاعلان الدستوري أي بمعنى انه لا مرجعية للمجلس الرياسي ولا هناك فرق بين المجلس الرياسي وحكومة الوفاق او اقصد التشكيل الوزرية بالتالي المجلس الرياسي هو الذي بدأ بالاختراق حيث خالف المادة ثلاثة من الاتفاق السياسي ولم يقدم لمجلس النواب تشكيلته الوزرية وبرنامجها في غضون شهر منذ 17 ديسمبر 2015 إلى 17 واحد واعطى مجلس النواب فرصة استثنائية للمجلس الرئاسي وخالف المجلس النواب في المدة الإضافية بالمادة خالف المادة سيد عبد الله من اللايحة الداخلية دعني اسألك البلاد الكل في ليبيا على ما يبدو يريد أن يأكل الكعكة كلها ويريد أن يحقق كل أهدافه وكل تطلعاته لكن كما تعلم في الواقع على الأرض المسألة مختلفة واضح أن الأمور في ليبيا لا يمكن أن يحصل أي طرف على كل ما يريد وبالتالي المجتمع الدولي على الأقل يقول يا جماعة دعونا نبدأ بهذه العملية هذه حكومة في عليها توافق وفي لها دعم دولي لماذا لا تعطى الفرصة لكي تقوم بالشيء ومن ثم بعدين يتم الحديث في كل هذه التفاصيل التي تشير إليها طبعا أخي مهند كلام طيب وجميل يستحق المتابعة والرد المقنع أولا إذا اختلفنا فسوف نعود إلى الاتفاق السياسي وكنا نأمل أن هذا الاتفاق السياسي يحدث فيه عملية تطوير ويضمن صار نظام السابق والمهجرين والنازحين حتى لا يكون هناك تهميش وأقصى لأي مكون ثقافي أو أي مكون سياسي أو اجتماعي بالتالي الفرق المتصارعة سياسيا وهي حقيقتنا أطراف ما نتجت عن 17 فبراير وما بعد بالتالي هذا لم يقف الأمر عند هذا الحد بل أننا أصبحنا نتجاوز شيء في شيء حتى المواسسات المادة الفقرة 10 من المبادئ الحاكمة من المبادئ الحاكمة والمادة 16 و18 من الاتفاق السياسي تؤكدان على أن السلطة التشريعية والشرعية الوحيدة في البلاد هي مجلس النواب وبالتالي على هذه المجلس الرئاسي صحيح نحن المجلس الرئاسي ليس هناك هامش مناورة أن المجلس النواب يعطيه الثقة ولكن مجلس النواب هو من سيتابع كيف بقدرة قادر يتحول بعض أعظام مجلس النواب إلى سكرتيريا لحكومة الوفق الوطني يباتون معهم ينامون معهم يسافرون معهم كيف سيحاكم هؤلاء أعظام مجلس النواب هذه الحكومة عن تقصيرها في الأداء أين التشكيلة الوزرية التي أقرها الاتفاق السياسي وفق ذوابط ومعايير الكفاءة والخبرة والقدرة ومرعاة المكون الثقافي والاجتماعي هناك فرق كثيرة ومكونات كثيرة من المجتمع الليبي نحن أخي مهند نحن ننبه ونحذر كلنا متعاطفين مع الليبيين ونحن نعيش المهجر ونتألم على أبنائنا الذين يموتون ونريد حل لكن أي حل يقفز على السلطة الشرعية ويقفز على الجيش الليبي ويقفز على المكونات الثقافية أي جيش يا سيد عبد الله أي جيش جيش السيد حفتر أو جيش الموجود في الغرب أي جيش تحديدا طيب الجيش الذي نصت عليه التشريعات النافذة في ليبيا التي انبثقت منه السلطة التشريعية التي اعترف بها مجلس النواب ووفق القرارة 22-14 ووفق القرارة 22-59 حيث ورد في الفقرة الأخيرة من قرار مجلس الأمن 22-59 أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد بالتالي علينا أن نحترم قراراتنا المحلية وقراراتنا الدولية ونحترم إرادة الليبيين التي أفرزت مجلس النواب في شهر 7-2014 لماذا هذه ازدواجية المعايير؟ اليوم تحولت سيد خالد الشريف وبالعبد الحكيم بالحاج وصوان هذه المجموعات التي تترأس مجموعات الأخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاطرة هي التي تحمي في الصراج وهي التي خلعت ملابس زيدان وهي التي أجلت محمود جبريل وهي التي تهمت الكيب وقال الكيب بلسانه أن هناك سلطة عليا في البلاد هي التي تأمر وتنهي في البلاد بالتالي وجود المجلس الرئاسي في طرابلس هي مخاطرة ومجازفة وهو الدخول في مستنقع صراع مسلح كبير وتصارع دولي كبير وأننا سندخل في سيناريو النفط مقابل غداء وستشهد أخي مهند وأذكركم يوماً ما بهذه الحقيقة الآن لدينا عدد من الجهات التي تدعي أنها تملك السلطة في ليبيا هناك اليوم ثلاث حكومات اليوم السيد الثاني يقول أنه سيسير أمور الدولة إلى حين منح مجلس النواب الثقة للحكومة هناك حكومة في طرابلس والآن هناك الفريق الذي يرأسه السيد السراج يعني تعدد السلطات هذا وتعدد المرجعيات بهذا الشكل كيف يمكن الحديث عن أي عملية سياسية في ظل وجود هذا الوضع سيد مهند نحن يجب أن نحترم كما قلت لك سلفاً الاتفاق السياسي وبنود الاتفاق السياسي واضحة وقلت لك أن أول من ضرب بعرض الحائط هذه البنود هم جهتين أو الجهة الأولى هي بعثة المتحدة حيث أصبحت تدخل في مناعبها وتدخل في الشؤون الليبية ومسة السيادة الليبية وأصبحت تملي في شروطها ويهدد فينا سيد كوبلر اليوم على قناة العربية الحدث ونحن لن نسمح بهذا لن سوف نتحول إلى مشروع معارضة لهذا المجلس الرئاسي الذي كنت أنا شخصياً كنت على وشق أن يكون حتى مقترح وزير الخارجية ولكن عندما رأينا اللغة التي علت في هذا المجلس هي لغة إسلامية أو متأسلمة أو لغة مؤدلجة ولغة فئوية ولغة جهوية حقيقةً نحن مع الشرق الليبي الذي لم نرى فيه سهوة جمعية الذي لم نرى فيه بيوت دمرت الذي لم نرى فيه قرى هجرت الذي لم نرى فيه كلنا أن صار النظام السابق دعينا من طرف مجلس النواب والحكومة الليبية صاغت القرار رقم 2 للتعامل معنا وصاغت مجلس النواب القانون رقم 6 بشان العفو العام رأينا تسامح وأخوية في الشرق الليبي وهذا ما دفعنا أن ندافع بقوة بشراسة عن السلطة والجسام الشرعية سيدة ثني حقيقةً ترفع لها القبعة ويحترم وخصوصاً في تصريحاته ومقف الأخيرة قال أننا لن نسلم السلطة لمن سيعبث بها لأننا نريد أن نسلم السلطة وفقاً للاتفاق السياسي ووفقاً لقرارة المجلس سلاماً 12-61-21-74-22-14 وخصوصاً الفقرة الثلاثة وخمسة وثمانية منه وكذلك القرار 22-59 علينا أن نحترم إرادة الليبيين وعلينا أن نحترم عقول الليبيين نحن اليوم نقول للسراج بورك لك في هذه الحكومة وسنرى النتائج بعد أيام بل قل حتى بعد شهر لا تلوم من نفسك يا سيد السراج ونصحته بالاستقالة وأمس وردت له معلومات أن هناك عملية اغتيال لاستهدف إلى شخص السراج السراج في ذاته رجل طيب رجل تقنقراط رجل مدني رجل عصري رجل حضاري مدينة طرابلس مدينة آمنة مدينة سلم مدينة خضارة مدينة رقي مدينة الورود لا تعرضها وتحملها ما لا تحتمل أقول لك أخي مهند أن الذي أن الذي على الأرض هو الذي سيحسم المعركة وأنا أبشرك أن قيادة العامة للجيش الليبي وأن الجيش الليبي كل يوم تزيد عناصره وتزيد كفاءته وقدرته وستزيد أيضا حتى حركته بإذن الله الانتشار نحو سرط وتخليص رأسنا لوف من العصابات التي تسيطر عليها ثم التحرك إلى طرابلس نحن نريد سيادة قانون ومؤسسات وعدالة اجتماعية ومساوى لا نهد غير ذلك طيب أستاذ عبد الله أبقى ماي سأرحب بضيفنا من طرابلس أضوء المؤتمر الوطني العام المنتهي وليته والأستاذ خالد المشري أستاذ خالد مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار نتحدث عن المشهد في طرابلس اليوم بعد وصول السيد السراج بداية كان هناك توقعات لدى البعض بأن تكون هناك بعض المشاكل الأمنية على ما يبدو التوتر محدود إلى حد ما بالعكس كان هناك مظاهرات ترحيب من جانب آخر صف لنا المشهد اليوم في ليبيا على الصعيد الأمني بداية في طرابلس أقصد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خالد المشري عضو المؤتمر الوطني العام المستمر في عامل إيه والذي سينتقل بعون الله تعالى إلى الجسم الآخر وهو المجلس الأعلى للدولة ولم تنتهي ولايته بحكم أنه عادة بحكم المحكمة الدستورية العليا هذا أولا يعني هذه عليها خلاف أستاذ خالد بس مش موضوعنا نعم مش موضوعنا ولكن أنت الذي أثرتها أخي مهند ثانيا عندما نتكلم على الوضع في طرابلس الآن الحقيقة أن حكومة الوفاق لديها بعض الصعوبات في فرض السيطرة على الأرض نتيجة عدم وضوح الرؤية في العديد من النقاط في الاتفاق السياسي الذي تم التوافق عليه وعندما نذكر كلمة التوافق فهي لا تعني الإجماع على معظم النقاط هو نتيجة صراع بين عدة أطراف سياسية وعسكرية في ليبيا نتيجة هذا الصراع خرج هذا الاتفاق هذا الاتفاق بالتأكيد فيه بعض النقاط لن تكون مرضية لهذا الطرف والبعض الآخر لن تكون مرضية للطرف الآخر لكنها بالعموم هو أقصى ما يمكن التوصل إليه أو الوصول إليه لجمع ومنع الانقسام ومنع تقسيم البلد وأعتقد أن الحكومة عندما جاءت إلى هنا الأهالي في طرابلس والناس وأيضا كل القوى الموجودة سواء كانت قوى سياسية أو عسكرية أو أمنية أو غير ذلك تعي جيدا أن طرابلس هي خط أحمر وأنه لا يمكن الزج بأمن طرابلس ولهذا حدث توتر بسيط في البداية ثم تدخل العقلاء من كل الأطراف وتم تهدية الوضع والآن الأمور ذاهبة إلى تسوية الأوضاع بغير الحل العسكري أو بغير استخدام القوة أو بغير إطلاق رصاصة واحدة أو إراقة نقطة دم واحدة إن شاء الله سيد عبدالله كيف تعلق على هذا الكلام أولا أن الاتفاق هو اتفاق أفضل الممكن ويعني لا يمكن في هذه المرحلة وفي هذه الظروف الحصول على شيء أفضل من هذا هو للأمانة الاتفاق حتى بحكم زمنيتا والفترة الزمنية التي أخذها والرحلات المكوكية التي استغرقت بين عواصم العالم وعواصم الدول العربية هو الشيء الممكن قبوله لكن نحن لا نتكلم عن نصوص الاتفاق من ناحية نظرية إنما نتكلم عن التطبيق العملي لهذا الاتفاق نريد أن نحول هذا المشروع إلى إعلانا دستوري حتى نحتكم إليه في الاختلاف حتى تكون المحاكم الليبية قادرة على الفصل في القضايا التي سترفع وأعتقد أنها ستبدأ من الأسبوع القادم في مشروعية وشرعية تصرفات والأثار القانونية المترتبة على تصرفات السيد السراج أخي مهند أنا أريد أن أتكلم بالمنطق والعقل نعم أن الوضع الليبي مزري الأرهاب منتشر الاقتصاد مدمر الناس معيشتها ضنكة وإلى آخره وهذا نتألم لأجله ونحاول أن نساعد أن ندعم في إيجاد الحل لكن هذا لا يتخذ دريعة ولا يتخذ وسيلة ولا يتخذ طريقا أن تصل به جماعات طردت من الباب والتحاول أن ترجع من الشباك أين إلى المنصب التنفيدي الذي ما تبقى أسيدي أنت أمس استمعت للسيد أبراهيم الدباشي من دوب ليبيا لدى المتحدة وفي مجلس الأمن في الجلسة وطالب بالإفراج عن صندوق الثروة السيادي يعني كل ما له علاقة بالثروة أمس هناك أموال أتت لليبيا إذن أين هذه الأموال لماذا لم تأتي خلال السنتين الماضيتين لحكومة الثانية لماذا لم يرفع حضر استيراد السلاع على الجيش الليبي والجيش الليبي ليس حكرا على خليفة حفتر لأنه ضابط شجاع نزل المدان ووضع كفنه على رأسه وتصدل الجماعات الأرهابية وها هي بنغازي اليوم تضرب مثالا عاليا أنها خالية من الأرهاب والتطرف لماذا لن نشاهد عملية اغتيال في بنغازي لماذا لا تكون عملية اغتيال في طفرق لماذا لا تكون هناك عملية سطو في البيضة رغم كل العواهق والمخاطر سيدي سأتكلم على جزئية وهي مفصلية في الاتفاق السياسي وهي الترتيبات الأمنية وتدبير بناء ثقة اللجنة الأمنية التي وضعت وطعن فيها وهي محل طعن الآن أيضا أمام المحاكم نحن نريد وفاق ولوفاق يا سيد مهند لا يبنع المغالبة والقهر والهزيمة يبنع على التوافق والمرضاء والتنازل هذه هي نظرية الحوار تنتقل إلى نظرية التفاوض نحن دخلنا في معترك شروط دولية والآن المجتمع الدولي هو المسؤول على الدماء التي ستنزف ومجتمع الدولي هو المسؤول عن الحالة التي سيصل إليها الاقتصاد الليبي وأنت تعرف أخي مهند كل الاقتصادين أجمعوا على أن يجنب إرادة النفط بالكامل 21 عام حتى تصل ليبيا إلى الاستقرار مجرد نحن لن نخضع الشعب الليبي لن نعطي حلول تلفقية نعطي حلول واقعية ونتحمل مسؤوليتها ونتحمل جهاد من أجل بلادنا وعبادنا خلينا أفهم للأستاذ خالد صورة المشهد الأمني اليوم في طرابلس من المسؤول عن الأمن اليوم في طرابلس أستاذ خالد شاهدنا في هذه المظاهرة على سبيل المثال التي انطلقت اليوم تأييدا لأسيد السراج هناك حماية من بعض رجال الشرطة أو رجال الأمن من المسؤول عن الأمن في طرابلس اليوم أي جهة لها مسؤولية صف لنا هذا الوضع نعم أنا قبل أن أجيب اسمح لي في دقيقة أن أعقب على كلام ضيفك الكريم وهو عندما تحدث عن الأسير المهزوم الذي هزمها شر هزيمة وكلف الدولة الليبية أكثر من 30 مليار في هزائمه في تشاد وهو اليوم يدمر ثاني أكبر مدينة ليبية ولا نرى أمنا في مدينة بنغازي ولا في طبرق ولا في البيضة ولدينا قائمة طول بانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث هناك أما عن طرابلس فالأمن في طرابلس والله الحمد والمن هو في أيدي قوات الأمن الشرطة المنظمة وهي في أيدي الشباب شباب ثورة 17 فبراير الذي انضوى لمؤسسة الجيش ومؤسسة الشرطة بأرقام عسكرية وبأرقام شرطية وهذه الأرقام وهذه الانضباطات هي قوة منضبطة قوة تحمي المتظاهرين من كل الطرفين من أراد أن يؤيد السراج فهناك قوة تحميه ومن أراد أن يؤيد عدم دخول السراج في هذا الوقت فأيضا هناك قوة تحميه وهي بالأحرى قوة للمحافظة ولسير المظاهرات بشكل سلمي وسلس وصحيح هذه القوة هي قوة منظمة تتبع وزارة الداخلية تلقى تعليماتها من وزير الداخلية بحكومة السراج الذي كان في استقبال الحكومة وأيضا كان في استقباله كما شاهد العالم أجمع ضباط وضباط صف من قوات البحرية الليبية أصحاب رتب عالية وأصحاب خبرة عسكرية كبيرة وهم رتب هذا اللقاء إذن القوة الحقيقية على الأرض هي قوة منضبطة ولولا الانضباط الموجود لهذه القوة لا رأينا أن ترابلس قد دخلت في حمامات دم كما دخلت فيه بنغازي التي قدم فيها القوات الموالية لحفتر أكثر من 9000 قتيل 7500 منهم هم من قوات مدنية ومن طلبة جامعات أستاذ عبدالله في الدقيقة المتبقية اليوم كان فيه سيناريو يتحدث عنه البعض وهو أن يقوم السيد عبدالله الثني الذي يعتبر حاله الآن يعني رئيس حكومة تسيير أعمال أن يقدم استقالته وأن يكلف مجلس عسكري بتولي زمام الأمور مجلس عسكري برئاسة اللواء خليفة حفتر إلى أي مدى برأيك هذا السيناريو قابل لتطبيق اليوم سيد مهند نحن نحاول نجد حل لكن هناك أطراف ترغم فينا أن نصعد أو نصعد نجعل الماء يرتفع إلى أعلى أنت شوف لاحظا الترتيبات الأمنية المادة 35 من الترتيب الأدنية توجي لسؤالك تقول أن حكومة الوفاق الوطني سوف تحارب داعش وأنصار الشريعة والقاعدة أي أنصار الشريعة التي تحاربها حكومة الوفاق الوطني وهي التي تحارب الجيش الليبي في بنغازي وتمد بالجرفات من مدن يعرفها الليبيين اليوم منهم في طرابلس عفوا يا أخي مهند منهم في طرابلس في ميليشيات سابقة وحاولوا أن يلبسوا زي العسكري وزي الشرطة وأن يتلونوا ويحافظوا على فترة أخرى من انصح التعبير من الاقتتاد والضغط والابتزاز المالي على الحكومة فهنيا لهم طرابلس مفتوح أمامهم لكن الخيار المفتوح طيب ما جاوبنا سؤالي وقتنا يعني شرف على الانتهاء أستاذ عبدالله سيناريو أن يتسلم سيد حفتر المجلس العسكري نعم 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 أنا جاوب فيك الآن المجلس العسكري إذا كان هو مطلب شعبي وهذا ما ستذهب إليه خاصة المنطقة الشرقية وبعض المنطقة الوسطى شو يعني مطلب شعبي شو استفتاء مثلا عملوا في الموضوع لا 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 مطلب شعبي من خلال السحات والميادين ستخرج الناس المطالبة يعني شرعية الشارع هذه صعب تحديدها أستاذ عبدالله ولماذا ولماذا نحتكم إلى شرعية شوارع أخرى ما نحتكمش إلى شرعية الشرع الليبي طيب أستاذ خالد بأقل من دقيقة إذا كان هذا السيناريو بالفعل السيناريو قائم أن يقوم السيد الثني بتسليم مجلس عسكري برئاسة السيد حفتر مقاليد الأمور في البلاد إلى أين تسير الأمور بعد ذلك برأيك هي ثورة 17 فبراير من أجل منع الدكتاتورية العسكرية ومن أجل الانتقال السلمي للسلطة ومن أجل ترسيخ مبادئ ديمقراطية هذا الشعب لن يقبل أبدا بدكتاتور جديد يلبس الصبغة العسكرية ويحمل البندقية العسكرية نحن قررنا أن نلتجي دائما إلى صندوق الانتخاب تعثرت التجربة الديمقراطية لكن لن يستمر هذا التعثر وأعتقد أن ستكون هناك انتفاضات صعبية قوية في المنطقة الشرقية وأيضا مقاومة مسلحة في المنطقة الغربية لأي جسم عسكر يحاول السلاء على السلطة شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد المشري عضو المؤتمر الوطني العام كان معنا من ترابلس وكان معنا أيضا من لندن الأستاذ عبدالله عثامنة رئيس مؤسسة تمدن للتطوير والتدريب والإعلان شكرا لكم اشتركوا في القناة